وكنت أيضاً أعارض الحرب في العراق. ولكن أعتقد أن الظروف الجيوسياسية الحالية تفرض على أمريكا طلبات كثيرة لا يمكن لأمريكا أن تلبيها. وبالتالي علينا أن نحدد كيفية تدخلنا. علينا أولاً أن ندعم حقوق الإنسان وحرية التعبير في العراق. ولكن من الصعب بالنسبة إلينا أيضاً أن نعيد تنظيم الحكومة التي تتحارب بحد ذاتها من جراء تأثيرات اللاعبين الخارجين كإيران مثلاً. لا يمكننا أن نفرض برأي الاستقرار على الحكومة. هذا ليس واجباً يمكنه لأمريكا أن تؤديه. وما أوصي به بالتالي هو الضغط على بعض المستويات خاصة على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى الدبلوماسية ودعم القوات المسلحة العراقية التي تواجه المجموعات المسلحة ليس فقط الميليشيات المدعومة من إيران ولكن المجموعات الأخرى المقاربة يجدر أن تكون شاملة والمجتمع الدولي أيضاً عليه أن يتصرف لأن أمريكا الآن بعد السنوات الأربعة الماضية ومع جائحة كوفيد لا يمكنها أن تتصرف لوحدها.